مساء الخير حلق لبنان بجناحه المكسور في اكسبو دبي بعد ان حجزت له دولة الامارات مكانا بين كبريات الدول وامن التكليف مشاركته من الباب الى المحراب وما كان على لبنان الا ان يعرض فخر صناعته الوطنية لزعماء قادوه بملء ارادتهم الى جهنم ووضعوه في اسفل درك وجعلوه دولة مفلسة ومارقة على خريطة الدول بعين الحسرة تابع من تسنى له من اللبنانيين احتفالية الافتتاح خصوصا وان الاطفال غنوا we are the world وكنا لنكون لو ان سلطتنا المهترئة لم تصنفنا شعب الطوابير وتحولنا الى رهائنا للذل وفرضت علينا تعتيما شاملا وجعلتنا اسر المحميات السياسية والطائفية افتتح الجناح وزيراء الاقتصاد والسياحة في حكومة معا للانقاذ وقالا في المناسبة ما لم يقله مالك في الخمرة ومعهما المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي اصيب بنور الايمان فتحدث عن لبنان الاشعاع وهذا اللبنان محكوم من مافيا مولدات صارت سلطة فوق سلطة ولا يعل عليها احد بعد ان لزمتها الطبقة السياسية اذلال الناس وخيرتهم بين العتمة ودفع الملايين لتأمين التيار الكهربائي وانثالها كثر من مافيات المحروقات والغذاء والدواء والمنظومة الحاكمة والمتحكمة برقاب اللبنانيين ما كانت لتتمادى في القتل البطيء لو لم تجد في الشعب ارضا خصبة على قاعدة كما تكونون يولى عليكم وامام الشعب فرصة للتغيير مدخلها صندوق الاقتراع ومن هذه البوابة بدأت الدول الغربية تبعث برسائلها بالمباشر عبر السفراء وموفدين او بالمواقف العابرة للحدود واخرها تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي قال ان تأليف الحكومة في لبنان خطوة مهمة للنهوض بهذا البلد معتبرا ان على الحكومة اللبنانية تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة وربطا بالموقف الفرنسي يجري الحديث عن وساطة فرنسية مع السعودية لفتح ابواب الرياض امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي الوساطة يبذل الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون جهدا لاقناع المملكة بالنجيب لكن ميقاتي وعلى الرغم من حجمه قادر على ان يقف خلف اصبعه ليقينه بان السعودية تتهم الحكومة بانها محكومة من حزب الله وان هذه الحكومة ستنتج انتخابات باكثرية مملوكة من الحزب وتمهد الطريق لمرشحه ساكن بعبد الجديد اما تغيير النهج الفاسد والمتبع في ادارة الدولة والمؤسسات فهو ضرب من خيال والى مطلب الانتخابات الشفافة فان عين الخارج تراقب التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت وتنتظر النتائج وفي ذلك ترى ان ما يتعرض له المحقق العدلي طارق البطار هو حرب استباقية عليه من اتهامه بالمسيس الى تهديده اضف الى ذلك تلغيم الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي بالمستشارين لانعدام الثقة بالوزراء المنتدبين وقد جرى تعيين هؤلاء المستشارين بمرسوم طيار غير قابل للعزل في عهد المرسيم الاستثنائية التي ضربت رقمها القياسي في حين يجري القبض على مرسيم الضرورة من التشكيلات القضائية الى خفراء الجمارك وحراس الاحراج ومعهم مرسوم الترسيم واعفاء ثلاثة مديرين عمين موقفين في ملف تفجير المرفأ من مهامهم وكل هذه المرسيم تنام نومة أهل الكهف ترجمة نانسي قنقر